أهلا بحضرتكم مرة تانية من بعد الفاصل وما فيش شك ان منتمار نجاح صورة 30 يونيو هي مشروعات الطرق والكباري اللي بتأكيد لمسها المواطن بعد ما قدرنا ان احنا نستخدمها بنفسنا وشفناها من خلال وسائل النقل والمواصلات والتحركات جوة القاهرة الكبرى خصوصا الطرق السريعة اللي ربطت المحافظات بعضها البعض يمكن بسانت الحديث النهاردة هو حديث عن النجاح والطفرة الحقيقية التي تحققت على أرض المصرية وفي كل الشوارع المصرية في الحقيقة لأن أهمية إنشاء الطرق الكباري الجديدة جت نتيجة التوجه العام في سياسة الدولة والقيادة السياسية للنهوض بمستوى شبكات الطرق وده لرفع مستوى معيشة المواطن لأن التكدسات المرورية بتنعكس سلبا على مستوى المعيشة ما فيه الشك في ذلك خلونا ناخد قراءة وفية للإجابة عن التساؤل الأبرز في هذا الملف كيف كانت الطرق والكباري في مصر قبل ثورة 30 يونيو وكيف أصبحت الآن خلونا نرحب معنا بالدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس اللي نورنا في الاستوديو صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضراتكم والمشاهد الكريم أهلا بيك يا دكتور أهلا بيستاتك أهلا بيك إحنا بنتكلم في حوالي عشر سنين تقدم لنا 90 نقطة في جودة تحسين الطرق شوفنا كلنا فرق كبير جدا ما بين زمان وقبل كده ويمكن زي ما عبدالصمت كان بيقول التكدس اللي كان موجود ده كان بيأثر علينا سلبا من كل نواحي إحنا لو بنتكلم واحد كان رايح شغله كان بيتأخر فبيتخصم له واحد كان عايز مش عارفة يروح مستشفى سريعا فالموضوع كان بيبقى صعب بالحوادس كنا بنشوفها على الطرق أنا بقول لك الأمثلة البسيطة جدا اللي ممكن كلنا نواجهها في يومنا أنا دايما إحنا دايما بنحب نبتدي الفقرة دي بكنا فين وبقينا فين حضرتك بقى هتقول لنا كنا فين وبقينا فين بسم الله الرحمن الرحيم خلينا ناخد الموضوع بأكثر شمولية يعني قطاع النقل من القطاعات الخدمية اللي بتدعم مشروعات التنمية المستدامة اللي الدولة بتشتغل عليها لما نقول إيه هو سقف طموحنا في قطاع النقل مرتبط بسقف طموح الدولة في التطوير والمشروعات التنموية اللي بتعملها ما أقدرش عشان نبسطها للمشاهد الكريم ما أقدرش أعمل مشروعات تنمية عمرانية أو تنمية زراعية أو تنمية سياحية أو أستغل الموارد الطبعية من مناجم ومحاجر أو أعمل مناطق صناعية من غير ما يكون في عندي شبكة مواصلات وشبكة المواصلات هي الإسم الأعم لأن الطرق هو جزء من النقل ما هياش كلها يمكن إحنا لمسنا في الفترة الماضية أن في طفرة حصلت في قطاع الطرق وتم إنشاء المشروع القومي للطرق الساهم في ربط مفاصل الدولة بعضها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وشفنا محاور بقت موجودة في صعيد مصر في أعلى النيل بقى في كل متواصل 25 كيلو كبري الكلام ده أدى إلى أن فيه ظهير تنموي في كل محافظة أصبحت هذه المحافظات مستقلة بذاتها غير طاردة للسكان كما كان موجودا في الوقود الماضية كان أهلينا في الصعيب بينزحوا المدن القبرى بحثا عن التعليم والصحة وفرص عمل أفضل دلوقتي بقت حظها من التنمية زي المحافظات القبرى نتيجة محاور النقل اللي تم إنشأها فإذن ببساطة شديدة محاور النقل هي شرائيل للحياة بتؤدي إلى دعم مشروعات تنموية حقيقية فالدولة بدأت بأنها تهتم بقطاع النقل علشان تقدر تعمل مشروعات تنمية حقيقية وبدأنا بالمشروع القومي للطرق اللي ساهم فيه زي ما قلت إنشاء محاور طولية وعرضية بلغ إجماليها ما يقرب من السبعة ألاف كيلو بما عليها من كباري وأنفاء هذه الشبكة ساهمت في دعم خطط الدولة في إنشاء المدن الجديدة وتقوية ربط المدن الجديدة بالمحافظات القائمة ليس فقط في القاهرة الكبرى ولكن في كل محافظات الجمهورية أيضا لما بنيجي نعمل تنمية زراعية وعندنا الدلتة الجديدة ومناطق العوينات وتوشكة والمليون ونصف فدان ما كانش ممكن إن أنا أستصلح أراضي صحراوية وزراعها من غير ما يكون فيه عندي شبكة مواصلات لما نتكلم عن دعم السياحة ما كانش هينفع إن أنا أدعم الوصول للمناطق السياحية بشكل أسرع سواء للسياحة الداخلية أو الوافدة من غير ما يكون عندي شبكة مواصلات جيدة وأنا بتعمد أقول مواصلات لأن الموضوع ليس قاصرا على الطرق وإن كان الطرق هي للمواطنين يعني بيستخدموها سواء المالك السيارة أو غير مالك السيارة بيمشي كل يوم داخل المنطقة اللي هو فيها بعدما ربطنا مفاصل الدولة بعضها اتجاهنا بقى زي ما حضرتك قلت أننا نحل مشاكل مرورية داخل المحافظات من خلال أننا بعمل شرايين تقلل من الزحام تحقق سيولة مرورية تقلل من معدلات التلوث والحوادث اللي كانت موجودة بإحصائيات الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصاء الحوادث قلب بنسب تتراوح من 25% لـ 40% نتيجة ما تم من مشروعات قومية للطرق سواء داخل أو خارج المدن داخل المدن ندي أمثلة بسيطة لما نتكلم على أقليم القاهرة القبرى نتكلم على محور الفريق كمال عامر في الجيزة نتكلم على محور العصار جهان السادات عندنا مصر الجديدة ومدينة نصر وحلمية الزيتون وياسر رزق وغيرها من وتطوير الكورنيش المؤطم وغيرها من المحاور اللي سهلت حياة الناس وبقى الوصول لأي منطقة أكثر سهولة مما كان عليه بكثير ده جزء ده احنا بنتكلم على قطاع الطرق فلما نيجي بقى نشوف الدولة عملت إيه في قطاعات النقل التانية هللاقي أنه في ملحمة من العمل المستمر نعم أنا عاوز أقف تحديدا عند قطاع الطرق لأن قطاع الطرق هو القطاع الذي دائما ما يهاجم ويمكن آفة المجتمعات هي النسيان صحيح بننسى كنا فيه بننسى الوضع والتكدسات المرورية كانت عاملة إزاي ما قبل عشر سنوات صحيح يمكن أنا واحد من سكان أكتوبر كنت علشان أجي شغلي هنا في مسبيرو كان بنزل لو معات شغلي الساعة ستة مثلا عصرا أنا بنزل من الساعة ثلاثة لم يكن قبل ذلك خصوصا مع الجماعات بالضبط هنيجي نقول خصوصا مع الجماعات لا أصبح ده صيف فالناس بتنزل بعض دور يعني كل سيزن أو كل فصل خروج مدارس كل حاجة حجته أو عزره في الماضي لكن النهاردة خلينا نكلم بحقيقة الأمور الوضع تغير كثيرا النهاردة أنا من أكتوبر للتجمع بقى الموضوع بياخد مني تقريبا 35 دقيقة دائري أوساطي خلاص دائري أوساطي العاصمة الإدارية الجديدة من مكاني بروحها في أكتوبر بروحها في ساعة وربع تحديدا بالدائري أوساطي لكن هذا القطاع وبمنتهى الصراحة دائما ما يهاجم لازمته إيه الطريق إيه أهمية هذا الطريق مكان أولى اللي احنا ننفق فيه اتجاه آخر أو في مجال آخر فعاوز أسأل حضرتك لازمته إيه الطريق بلسان المواطن المصري اللي دايما ما يتساءل لأن الإجابة دايما بالعلم والمعرفة بتكون أدق شوفي أب صمد الدراسات اللي اتعاملت قالت أن الدراسات اللي اتعاملت مع مكاتب الشرية العالمية لشان برضو يبقى فيها مصداقية قالوا أن إقليم القاهرة الكبرى لو ما عملناش مشروعات سريعة وطلعوا مجموعة من المشروعات سموها المشروعات ذات الأولوية قالوا لو ما بدأتوش بيها إقليم القاهرة الكبرى هيتحول لجراج كبير ده دراسات موجودة يستطيع المتخصص أو اللي بيحب أنه يقرأ أنه يجدها ويتطلع عليها وهنلاقي أنه كان عندنا مشكلة فيه اختنقات مرورية لما تتحدث وانت من سكان أكتوبر من محور 26 يوليو وما كانش برضو في سيولة مرورية كان النهاردة بعد ما تم من توسع وأنا تحدثت عن بعض المحاور طبعا منها محور 26 يوليو أصبح فيه سيابية مرورية شديدة علشان نقدر نحل هذه المشكلة احنا تأخرنا في أنه نبدأ في هذه المشروعات لأن المشروعات ذات الأولوية دي كانت بتشمل حلول سريع لإقليم القاهرة القبرى اللي هو يشمل القاهرة والجهزة والأليوبية لكن إحنا بدأنا أن نشتغل على هذا الأمر بدعم من الدولة والقيدة السياسية إيمانا من الدولة بأن هذا القطاع بيمس حياة المواطن اليومية وفي نفس الوقت هيدعم أننا أقل التلوث أقل الأزمنة رحلات أحقق سيولة مرورية ده جزء لكن الجزء الأهم والأجدى أننا بدعم مشروعات تنمية وخلينا أقولك أننا قبل 2014 كنا عايشين لما تبص على خريط مصر على 6% من المساحة حوالين ودي نيل شريط صغير كده والباقي غير مستغل لأنه ما فيش مرافق ولا خدمات عشان أنتشر أفقيا مع الزيادة السكانية اللي بتبلغ 2.5 مليون مولود في السنة كان لازم أننا يبقى عندي شبكة بنية أساسية تساعد في أننا أعمر وانتشر أفقيا وحقق جودة في الحياة وخدمات أفضل للمواطن وفرص عمل وغيره فهذه الأمور أتت من خلال أننا يبقى فيه عندي شبكة مواصلات منها قطاع الطرق اللي كان لتأثير إيجادة وحق ذكرت بعض الأمثلة منها الدائر الأوسطي اللي بتقدر منه توصل من أكتوبر إلى التجمع أو العاصمة الإدارية في دقائق معدودة ومع سيولة مرورية محققة وأمان مروري عالي تطوير بعض المحاور اللي تمت وأنا ذكرت أمثلة بسيطة لما نتكلم كمان في إسكندرية نتكلم على محور التعمير ومحور ترعة المحمودية وعندنا كمان ترام الإسكندرية وقريبا مترو الإسكندرية مكان ترام مكان قطار أبو إير كل هذه المشروعات بتتناسب مع طبيعة المحافظة واحتياجاتها الفعلية من مشروعات النقلة علشان نقدر نحقق فيها السيولة وأزمنة الرحالات أقل وحضرتك لو شفنا ما بين ما كنا عليه وما أصبحنا نشوف يعني إحنا كنا بنتحرك إزاي دكتور أنتوا على أساس إيه بتحطوا معايير اللي تحتاجها كل محافظة يعني أنا النهاردة قادر أقول إيه المعايير تحتاجتها محافظة القاهرة فعشان كده أنا طورت شبكة الطرق بالطريقة المعينة شبكة المواصلات كلها بشكل عام عملت مونوريل إيه المعايير اللي حطتوها؟ سؤال جميل يا بسانت الأحجام المرور والكسفات السكانية وعدد السكان وعدد الرحلات من خلال دراسات نقل مستفيدة هي اللي بتحدد احتياج المحافظة أو المكان لمشروعات يعني أنا مشروعات زي مشروعات المترو إحنا عندنا دلوقتي الخطوط اللي كلنا نعرفها الأول والتاني والتالت لكن الرابع والسادس تحت الإنشاء يمكن المشاهد الكريم بيشوف تحولاته المرورية لإنشاء الخط الرابع والخط السادس وهذه الأمور ما أقدرش أخدها عملها كوبيو بيست في محافظة تانية من إلهاش زي ما هي ليه لأن أنا عندي مستخدمي مترو الأنفاق في إقليم القاهرة القبرى بيصل لتلاتة وتمانية من عشر مليون راكب في اليوم متخيل ده حجم يعني حجم عدد كبير جدا يمثل سكان دولة وبالتالي أنا ماذا لو ما كانش عندي مترو أنفاق بلاش نقول ماذا لو ما كملناهوش يعني أنا بقول في التمانينات لما عملنا مترو الأنفاق عبدالصمب برضو قالوا أنتوا بتعملوا مترو أنفاق ليه صحيح فالنهاردة لو ما كانش عندي مترو أنفاق كانت القاهرة هتصاب بشلل كبر اكتوبر لما تعمل كبر اكتوبر نفسه لما تعمل زمانية كانت الناس بتحاجم عملت ليه بالضبط يعني دايما الناس بيبقى عندها نظرة نقضية لكن في الآخر لما بيستخدم الحاجة ويجربها بيلاقي أن فيه لا ده فيه حاجة جديدة حصلت ده أنا بتحرك بسهولة ده فيه أمان في الحركة كمان الدولة هتمت دلوقتي بمشروعات النقل العام والجماعي يعني لما نتكلم عن المونوريل عن الـ LRT نتكلم عن القطار القارباء الخفيف يعني وإحنا فتتحنا مرحلة منه بطول 70 كيلو عندنا مشروعي المونوريل شرق القاهرة وغرب القاهرة وشرق القاهرة هيربط تجمعات شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة بمناطق مدينة نصر وعندك غرب النيل هيربط أكتوبر وزايد بمناطق الجيزة ورود الفرج كل هذه المشروعات هيكون لها مرضود إيجابي على أن حتى جزء من مالك السيارات يسيبوا عربيتهم طوعية ويستخدموا وسائل النقل العام والجماعي طب إيه اللي خلاهم ما بيعملوش كده قبل ده عشان وسائل النقل العام والجماعي لم تكن على الجودة المطلوبة اللي تخلي الناس تسيب عربيتها وتستخدمها على وأن السعر بتاع الاستخدام هيكون برضو منافس لوسائل النقل الحالية عشان أخلي الناس يا الموضوع عرض وطلب فيبقى في عندي برضو منافسة لوسائل النقل المتاحة فأقدر أن نستخدمها الطريق الدائري والتطوير بتاعه له مرضود إيجابي جدا وعندنا قريبا سيكون هناك البي أرتي أو حافلات النقل السريع أو بيسموا الأوتوبيس الترددي اللي هيكون موجود على الطريق الدائري كبديل للميكروباس والميكروباس بقى هيبقى دوره أنه يغزي محطات القطار أو الأوتوبيس الترددي من مناطق الداخلية إلى محطات الأوتوبيس وده هيحقق برضو أمان والسيابية مرورية عايز أقول برضو أن مشروعات النقل الجديد كلها بتشتغل بالطاقة النظيفة المتجددة من خلال مشروعات الجر القهربائي لما نتكلم عن القطار القهربائي الخفيف نتكلم عن البي أرتي أو الأوتوبيس الترددي نتكلم عن المونوريل نتكلم عن مشروعات المترو واستكمال الخطوط وإنشاء خطوط جديدة كل هذه المشروعات بتعمل بالطاقة القهربائية أو بالطاقة النظيفة وده طبعا تماشيا مع اتجاه العالم كله مش مصر بس ان هو يعني يقلل من استخدام الوقود التقليدي ويتجه الى الوقود النظيف او الطاقة النظيفة من خلال جر القاربائي ده بقى بخلاف ما تم في النقل السككي انا اسف انا بس بحولات مقتطفات احنا بنتفيد من وجود حضرتك معنا دايما ودايما بنكون يعني مستمتعين لما يكون معنا خبير وعلى ذراية ببواطن الامور فده بيسهل كتير لنا وايضا بيحط السادة المشاهدين في السورة لكن كعين خبير ايه المشروع اللي حصل في قطاع المواصلات عموما بقى هنا وهستخدم اللفظ اللي حضرتك بتستخدمه وكان حلم بالنسبة لحضرتك وتحقيقه اصبح طفرة حقيقية تمتلكها الدولة المصرية انا شايف ان ما فيش اهمية نسبية للمشروع عن الاخر لان عايز اقولك ان احنا ما فيش مشروع اتعمل الا لما كان له جدوى فنية واقتصادية محققة وهديلك امثلة انا اشتغلت كمتخصص يعني في بعض هذه المشروعات طريق زي دايروت الفرفرة دا بيربط محافظة الوادي جديد في منطقة واحة الفرفرة بمحافظة اسيوت في منطقة دايروت دا طوله 315 كيلو وانحنا بنعمل الدراسات بتعطي الطريق كانت المنطقة صحراء لا حياتة فيها وانحنا بنمهد الطريق كان بالتوازي مع انشاء الطريق الارض استصلحت والابار اتعملت والارض اتزرعت فده بيدي الحاك مثال ان ما بقاش بقى زي زمان انا بعمل طريق لمجرد ان انا اعمل طريق لما نتكلم عن تكامل اه فاصبح دلوقتي الطريق مرتبط بتنمية تنمية حقيقية بتشوفها على ارض الواقع ويمكن احنا شفنا مشروعات التنمية الزراعية اللي موجودة في الفرفرة وحجم الزراعات اللي موجودة هناك مستعب المصر والريف المصري وجهاز الخدمة الوطنية كل هذه الكينات بتشتغل في منظومة واحدة علشان توفر سلع استراتيجية او مواد غذائية من خلالها ما كنتش هقدر اعملها من غير ما يكون في عندي شبكة مواصلات لما نتكلم عن المشروعات اللي انا شايف انها برضو كانت حلمة بالنسبة لي ان احنا قريبا هيكون عندنا شبكة القطارات السريعة اللي هو الايجيبشيان اكسبريسترين او القطار القهربائي السريع عندنا ده برضو هيشتغل بالطاقة القهربائية عندنا تلت خطوط مجموعة اطوالهم يصل الى ما يقارب 2000 كيلو متر طولي الخط الاول بيسموه الجرين لاين او الخط الاخضر بيبدأ من ميناء العين السخنة ويمتد حتى مرسى مطروح بطول حوالي 675 كيلو 23 محطة هيخدم مدن جديدة هيخدم نقل بضائع من ميناء السخنة الى مواني الاسكندرية وده دعم للدور الاستراتيجي اللي بتقوم بيه قناة السويس هيخدم المواني الجافة والمناطق اللوجستية اللي هتكون في المدن الجديدة عشان ننقل مستلزمات انتاج الى المصانع في المدن الجديدة سرعة تصل الى 250 كيلو في الساعة لنقل الركاب فمتخيل حقك لا يضهيه في السرعة دي او في زمن الرحلة الا الطيران وبالتالي انت بتقدر الخط التاني من 6 اكتوبر حتى ابو صنبل في اقصى جنوب مصر بطول حوالي 1160 كيلو وده معناها انك ممكن توصل لأسوان في 3 ا4 ساعات ما كانش موجود هذا الامر ولا كنا نحلم به فكل هذه الخط التالت اللي هو الريد لاين او الخط الاحمر هيربط سفاجة والغرداء بإنة وده معناها ان السياحة اللي بتيجي للبحر الاحمر يستطيعوا ان هم يصل الى لقصر وانا ويزوروا الاصار ويرجعوا تاني وبشكل سلس وسريع في رحلة يمكن تستغرق يوم واحد وبالتالي كل هذه الامور هي شبكة متكملة مرتبطة بمشروعات التنمية والنقل كقطاع خدمي اللي انا بأكد عليه ان الدولة لا تهدف للربح منه اللي في مصر ولا غير مصر لانه هو قطاع خدمي الدولة بتقدم خدمة لنقل البضائع ونقل الافراد بشكل جيد وبشكل اقتصادي وآمن علشان ندعم مشروعات تنمية عشان نوفر فرص عمل عشان نوفر حياة افضل عشان نقدر ان احنا نستوعب الزيادة السكانية اللي تحدست عنها احنا سنة 86 كانت تعداد سكان مصر 48 مليون النهاردة في 2023 بنتكلم على 105 مليون ده سكان الداخل فلو فضلت على نفس البنية الاساسية ما كنتش هارة فاتحرك فكان لازم اننا انتشر وده اجابة على ليه انا كنت محتاج دوا طبعا ده بالاضافة الى مشروعات اخرى منها تطوير المواني لان المواني ده النقل البحري زراع اهم جدا من ازرع وزارة ازرع قطاع النقل او وزارة النقل وكان لابد ان انا اطوره لان في فترة من الفترات الخدمات اللي بتقدمها المواني المصرية تدنت وكانت النتيجة خليني انا كمان هنتكلم عن توسع في هيئة قناة سويس او قناة سويس بشكل عام هنتكلم عنها كمان وازاي فدت الاقتصاد المصري لكن خليني نرجع لحطة الطرق يا فندم الاول قبل ما ندخل على المواني بعض الناس تقولك هو المونوريل ده بيعمل ايه يعني هيفدنا ازاي عايزة النهاردة اعرف لانه عجبني قوي المثال حضرتك كدت قولنا انه في التمانينات قولنا ليه في مترو ليه عملنا مترو ليه عملنا قبل كده كبري اكتوبر فحلو انه النهاردة لأ محدش فينا ما بيستخدمش المترو محدش فينا ما بيستخدمش كبري اكتوبر فالمونوريل مثلا المشروع جديد خلينا اقول فتشوريستك يعني مستقبلي كده احنا كنا منشوفه في الافلام الاجنبية زمان انه العربيات اللي بتبقى ماشية في كبري فوق كده او المترو يعني احنا حنستفاد منه بايه شوفي وانا بشكل شخصي استخدمت المونوريل في دولة زي ماليزيا انا استخدمت المونوريل من مطار كوالا لنبور لداون تاون كوالا لنبور بياخد الرحلة في 35 دقيقة وماليزيا يعني فيها زحام شوية مش زي القاهرة يعني لكن فيها زحام فلما استخدمت البابليك باس او الاوتوبيس النقل العام خد تقريبا ساعة وشوية فمعنى ذلك ان المونوريل نتيجة انه هو بنسميه القطار المعلق موجود في ارتفاع بعيد عن الزحام السطحي ما بيقفش في محطات ما فيش ما بيقفش في اشارات او تقطعات محطاته كلها علوية وبالتالي اقدر ان انا انتقل بشكل سريع دون التعرض الى المشاكل السطحية بتاعت التعرض مع حركة المرور السطحي من مركبات وخلافة بالاضافة لان برضو المعلومية المشاهد الكريم المونوريل اللي هشتغل عندنا في مصر هو التقنية اعلى شوية هشتغل بدون ساقق وهيبقى الادارة والتحكم فيه من خلال غرف تحكم مركزية المحطات كلها علوية من المتوقع مع بداية تشغيل خط المونوريل هيشيل 350 الف راكب في اليوم ومع اكتمال الخطوط الاثنين اللي هو شرق وغرب النيل متوقع ان يبقى الاستخدام اليومي مليون راكب يوم ده رقم كبير جدا بيدعم الوصول الى المدن الجديدة بشكل سريع اصرح حتى من السيارة الخاصة لان ما فيش توقفات او اي عطلة فيه اشارات او يقلل التكدفات السطحية مالوش علاقة بقى بالنقل السطحي لا انا اصد بيقلل لما الناس هتستغل عن السيارات وتستخدم هذه الوسيلة فكرة هيقلل ده جزء عبدالصمد لكن جزء تاني اننا برضو عامله كوسيلة نقل عام او جماعي هي معمولة لكل الشرائح مالك السيارة معمول له اماكن ان هو يركن العربية في المحطات علشان يستخدم المونوريل ويرجع ياخد عربيته تاني او اللي معهوش عربية بدل ما كان بيستخدم اكتر من وسيلة او اكتر من وسيلة يستخدم ده وده يخلينا اقول برضو نقطة مهمة جدا اللي هي تكاملية وسائل النقل قريبا سنرى التيكت الواحد الموحد اللي نقدر نركب به الـ LRT ونركب به المونوريل ونركب به مترو الانفاق اه ده هيكون موجود اقدر بنفس التيكت دوا او زي زي الكارت المشحون بتاع التليفون او زي كهرباء ايهاجا اه زي كارت الكهرباء او كارت التليفون يعني اقدر استخدم به اكتر من وسيلة وده هيوفر لي كمان وقت وفلوس بدل ما بدفع في كل وسيلة هو انا بستخدمه في كل الوسائل وفي نفس الوقت بيوفر معايا بدل ما اقف طبوره علشان اجيب تيكت او خلافه ده بالاضافة الى كمان تطبيق نظام النقل الزاكي هيعظم دور وسائل النقل اللي عامه الجماعي لانه هيبقى انا لو بستخدم مثلا المونوريل او القطار الخفيف او حتى البيئة ارطية على الطريق دايري هيبقى فيه دقة في وصول وسيلة المواصلات امتى احنا كنا مثلا برا انا درست في النمسا يعني من فترة طويلة جدا كنا بنلاقي وانت واقف مستني الاوتوبيس مكتوب على الشاشة الاوتوبيس جاي امتى ولو فيه تأخير بيتلاقي فيه ميكروفون قالك ان الاوتوبيس هيتأخر ديئتين وبنعتذر كلام ده احنا كنا لفترة قريبة بنقف على الاوتوبيس مش عارفين هو جاي ولا لأ اصلا فالنهاردة لما تصل الى هذه المرخلة يبقى انت بتاخد التكنولوجيا الجديدة اللي هي قريدي بترخص وبالتالي انا بستفيد باحدث وقت كرامة المواطن وبالتالي بستفيد منها ان انا ده كمان هيحقق ثقة ما بين المواطن وسال انها العام لان حضرتك لو عندك شغل هتويتأ بانا هروح اخد المترو او الاوتوبيس الترددي وانا مش عارفه وهيجي امتى وهتأخر عن شغلي ولا لأ لكن انا عارف هو جاي امتى وهياخد كم ديئة في المشوار وعارف انا نازل من بيتي وهل حق اوصل اقرر انتظر ولا ما انتظرش ده هيشجع بقى الناس يا بتصمد انها تسيب عربياتها اللي عنده عربية يعني وانه استخدم ده لانها كمان هكتبها اوفر ان انت في العربية استهلاق وقود وممكن ما تلاقيش مكان تركن يعني فيه مساوئ اخرى لكن وده هيحقق لي كمان لما الناس تسيب عربياتها وتستخدم وسالنا العام هيبقى في عندي سيولة مرورية على الشبكة السطحية واستخدمها للوقود لفئات اخرى بقى او للناس تانية زي عربيات الطوارئ تقدر توصل بشكل سريع لو عربيات اسعاف او مطافي او خلافهم او الكبار السن اللي هم مش عايزين يستخدموا للموضوع برايفسي احنا ما نقدرش نقول للناس كلكم لازم تستخدموا وسائل النقل العام الجامعي لكن احنا بنحط بعض الحلول اللي ممكن تناسب حضرتك حاجة وتناسب بس انت حاجة تانية فكل واحد بيرطأ اللي نسبه وبيستخدمه نهيك على اننا لما طبق وسائل النقل وسائل النقل الزاكي هيبقى في عندي حاجة جميلة جدا يمكن برضو مثلا منها عربيات النقل والنقل التقيل مش بس بقى المرأبة بالكاميرات وهو ملتزم بالخارة المرورية ولا لا ده انا هزينه وهو ماشي مش محتاج بقى ان انا ندخله في منطقة مزين واشوف هو شايل اوفرلود ولا لا شايل حمولة زيادة ولا لا هقدر بالوسائل الالكترونية من نظام النقل الزاكي لان انا شوف العربية النقل دي اوفرلودد ولا لا وبالتالي لو هو شايل حمولة اكتر هيبقى فيه مخالفة بتجيله زي ما احنا دلوقتي بنشوف اللي بيتجاوز السرعة بتجيله مخالفة ده تطبيق من التطبيقات وسائل رسالة كل يوم والله مش على مهلك التول ستيشن محطات تحصيل الرسوم كلنا دلوقتي بنوقف عشان ندفع رسوم المرور ونعدي قريبا هتبقى زي كتير من الدول بيبقى زي الملصق الالكتروني كده بتاع المرور برضو بتبقى حاجة زي كارت الفيزا مشحون وملزوق في الإزاز يعني نقدر نقول يا دكتور بتتعدي وبتتخصم منه دكتور حسن نقدر نقول اللي احنا بعد عشر سنوات من ثورة 30 يونيو احنا امام نهضة حقيقية امام طفرة حقيقية صحيح امام حوكمة لوسائل النقل والمواصلات في مصر في كل القطاعات يا عبد السمد مش بس في الطرق عشان بس الناس لا احنا بتكلم على هذا القطاع انا بتكلم على قطاعات النقل كلها احنا عندنا طفرة يعني السكة الحديد وانا ما اتكلمتش عن السكة الحديد اللي كلنا نعرفها اللي بقالها 200 سنة دي كانت قبل 2014 ميتة اكلينيكيا ومديونة للدولة ب55 مليار ليه؟ لان السكة الحديد كانت مصاريف او مرتبات العاملين فيها 3 مليار 450 مليون في السنة وهي اجمالي ما بتدخله من دخل من نقل البضاعة والركاب 3 مليار يعني عشان تدي للناس مرتباتها بتبقى مديونة للدولة بـ 450 مليون في السنة يعني اي وزير بيمسك وزارة النقل المواصلات كنا بنقول عليه ده فايتر ده محارب خليني بقى انطلق من النقطة دي من المرافق والوسائل الجميلة اللي احنا بنقول ان احنا عندنا طفرة لا ينكرها الا جاحد لابد ان مرافق النقل تشتغل كمرافق اقتصادية بمعنى ان الدولة لا تهدف للربح من اي قطاع من قطاعات النقل لا مترو ولا مونوريل ولا إلا أرتي ولا أوتوبيس تردودي ولا اي حاجة خالص ولا قطار سريع هي دفعت مليارات من الاستثمارات من اجل ادعم مشروعات تنمية احقق ربط لمفاصل الدولة بعضها بعض وفي نفس الوقت اوفر للناس فرص عمل اوفر لهم حياة افضل بيبقى اقضي على العشوائيات طب يشتغل مرافق اقتصادي ازاي ان احنا عايزين كل مرافق يجيب مصاريف التشغيل والصيانة لا أكثر والأقل تشغيل والصيانة لانه لو ما حصلش هيرجع يتحول تاني الخردة نعم فكرة التفكير خارج الصندوق وفكرة ايجاد موارد لهذه القطاعات وهذه الوسائل واعتقد سهل جدا لانا اقدر لانا اجذب لها يعني اعلانات دعاية واعلان في محطات المدرو مش كده بس عبد صامت دي بديب بس مش هي دي اللي هتحلل المسكلة يعني ده حديث حديث هيتول تحديدا تغيير قيمة الارض النهاردة لما حكيت لك أنا على طريق كان صحرة لما عملنا الطريق تزرع طب الارض اللي كانت حوالين الطريق دي كانت قيمتها المالية مخفضة فرتفع تلك لما حضرتك عملت وده على فكرة الفكر اللي قام عليه العاصمة الإدارية اننا لما عملت شبكة بنية أساسية ومرافق احنا امام طفرة حقيقية أمام تكامل في كل قطاعات الدولة لا شك ولا يستطيع أن ينكر ذلك إلا يعني والدولة قد صامت بتشتغل في تكامل وتناصف مع بعض نشكر حضرتك دكتور حسن دكتور حسن مهدي أستاذ هدست الطرق بجامعة عين شمس يعني بنشكر حضرتك على هذه المعلومات أهلا شكرا لكم شكرا مشاهدين نروح لفصل سريع ونرجع من بعد ونكمل بإتفقاراتنا جاليكمان